موسيقى أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام ببرنامج لقاء الرأي دائما في الكويت يكون هناك قوانين نوعا ما تكون جدلية مصدر جدل وخلاف مؤيد ومعارض بعض التعديلات التي تطرع عليها وخصوصا هذه القوانين التي مرتبطة في النشر المطبوعات الرأي ومن هذه الأمور في هذه الفترة مجلس الأمة هو أمر جديد تختلف واتفق معه أمر جديد قبل أن يعرض هذا القانون أو التعديل على مجلس الأمة كان هناك تصرف جديد وهو الحلقة النقاشية ولهذا الأمر سوف نتكلم عن القوانين المطروحة وهو قانون المرئي والمسموع والنشر والمطبوعات وأيضا الإعلام التروني مع الدكتور عدر ويعي هو نائم في مجلس الأمة وأيضا رئيسة الشؤون التعليم والثقافة والإشارة البرلمانية هي اللجنة التي احتضنت هذه الحلقة النقاشية أهلا وسهلا بك دكتور أهلا فيكم مرحبا فيكم دكتور عدر يعني تقريبا في وسائل الإعلام لكل رأى هذه الحلقة النقاشية أو مختطفات منها بعد خروجكم بعض التصريحات بشأن قانون الإعلام التروني وأيضا قانون المطبوعات والنشر والمؤنية المسموع بداية هذه الفكرة مستحدثة كيف أصل الفكرة كيف جاءت الفكرة بسم الله الرحمن الرحيم طبعا شكرا على هذا اللقاء لتاحنا الفرصة أن نلتغي بأكبر شريحة من أخواننا المستمعين ومشاهدين وأيضا نبرز همية هذه الحلقات النقاشية ونقول الأسباب ونقول الفكرة اللي وراءها نعم في بداية الفصل التشريعي الحالي النقاش كان أنه محاولة إشراك أكبر قدر من أخواننا المواطنين وأيضا المقيمين والمهتمين في القوانين اللي تطرع على المجلس باللجان نعم وهذه الفكرة أتت حتى يكون فيه مشاركة بالتشريع المشاركة بالتشريع من جميع المختصين وجميع الناس المهتمين في هذا الأمر فكيف يكون هذا المشاركة بالتشريع في البداية كان أننا نحط فيه الموقع أكتروني داخل موقع المجلسي أنه يصير عندنا رابط وهذا الرابط يدخلون عليه الراغبين في إبداء ملاحظات أو شيء من هذا القبيل طبعا هذا من ضمن الأفكار الفكرة العملية الأكثر أنه يكون عندنا حلقات نقاشية وابتدائنا الحلقات النقاشية يعني في بداية قانون البلدية وحاليا في هذا القانون الذي نتوقع أنه يحالنا من الحكومة خلال سبوعين أو أقل من شهر فالفكرة أنه نعطي أكبر شريحة من أخواننا المهتمين في هذا الموضوع وأنهم يأتون ويشاركونا ويعطونا أمور قبل حتى أنه يصل للمجلس أو يحل المجلس من قبل الحكومة حتى تأخذ الحكومة بهذه جميع الملاحظات وأيضا تعمل حساب أنه فيه تغييرات قادمة عن التصور الذي هم مقدمينه والحمد لله نجحت إلى حد كبير هذه القضية نعم يعني الصدى في هذا القانون خصوصا الحلقة النقاشية كان كبير يمكن لأهمية القوانين المطروحة في الموضوع مبدئيا الحلقة النقاشية الاستجابة من جميع الأطراف التي أنت وكنت ترغبون في دعوتها كان فيه استجابة أهل الاقتصاص الأشخاص المختصين الحكومة المجلس كان فيه استجابة الأطراف كانت متواجدة أي الحمد لله يعني اللي كانوا متواجدين وأنا أستغل هذه الفرصة بأن أشكرهم جميعا اللي حضروا واللي تعذر عليه الحضور يعني نعذره بس إن شاء الله أن يكون معنا في أمور أخرى أو حلقات نقاشية قادمة يعني الحلقات النقاشية امتدت لثلاث أيام وقسمت هذه الحلقات النقاشية اليوم الأول كان عن إعلام إلكتروني اليوم الثاني كان عن المريو المسموع واليوم الأخير كان هو عن المطبعات والنشر وأيضا حلقة ختامية وأيضا يكون فيها كتابة التوصيات ورفع هذه التوصيات الحضور لله الحمد كان من المختصين يعني كان عندنا الفريق الحكومي كامل مستشارين وزارة الإعلام وحتى وزير الإعلام كان حاضر وأيضا الوكلة والمسؤولين كانوا مجموعة منهم موجودة معنا مشاركة أما بالصحف المحلية موجودة سواء الصحف الورقية أو الصحف الإلكترونية وأيضا كان هناك بعض الأخوان الممثلين جمعيات النفع العام جمعية المحامين جمعية المهندسين وأيضا هناك رأى جمعية الاجتماعيين رابطة الاجتماعيين والعذباء وكان هناك بعض الأفراد بصفتهم يعني أصحاب مواقع إلكترونية حضروا وأيضا هناك في الأخوان في تداول المعلومات وأيضا تقنية المعلومات بشكل عام بشكل عام الحضور كان بالنسبة لنا يعني مرضي جدا ونأمل إن شاء الله في القادم أن يكون عندنا شمل أغلب تقريبا من أغلب المعنيين إلى مون جميع ولكن يعني وانا قاعد قاعدت عدد للجهات طرع على بالي هذا السؤال من يدير هذه الحلقة اللقاشية وكيفية الإدارة يعني الأطراف نوع عما الحكومة المختصين جميعات النفع العام التي تأتي بآراء بعض القاملين المختصين شون تدخلي من سجمون في هذه الحلقة المقاشية خارجيا أو داخليا من ناحية التنظيمية هو عندنا الفريق الإعلامي الخاص بالمجلس الذي يدير هذا الأمر مع مكتب اللجنة التعليمية أما إدارة الجلسة فهي مناطة برئيس الجلسة الذي هو رئيس اللجنة التعليمية نعم فرئيس اللجنة التعليمية الهدف من هذا اللقاء هو تسهيل الحوار نحن لا نشارك مع طرف دون آخر ولكن نحاول ننقل وجهة النظر المضادة للقوانين أو مشروع القانون المقدم من الحكومة فقدمنا المشاريع هذه مطبوعة كانت متوفرة للحاضرين وأيضا وصلتهم في الدعوة بحيث أنهم يطلعون عليها ويقرونها قبل أن يعتونه فكان هذا الأمر بالفعل أثرى النقاش فكنا ننقل الحوار من الفريق أو الخوان المختصين على اختلافهم وأيضا على تنوعهم للفريق الحكومي فكان الحوار عبارة عن إدارة للحوار وتسهيل للحوار ومعرفة جميع مناطق ومناطق الاختلاف وأيضا الالتقاء حصل تباين في وجهة النظر أو صدامات بسيطة يعني بالتأكيد كان النقاش وراقي بالتأكيد لا حمد الله نعم ولكن هل حصل تباين في وجهة النظر صدامات أو خلافات على بعض القوانين بشكل صريح أي طبيعي يعني كان هناك كثير من الاختلاف يعني وتشدد على هذا الاختلاف بأسرار يعني من من المشاركين لكن هذا الأسرار أيضا صاحب تقبل وأيضا استعداد من الفريق الآخر اللي هو فريق الحكومي على أن يتم ملاحظة هذه الأمور وأيضا الأخذ بها وتعديل المستطاع منها على حسب وجهة نظر نحن لا ندري ما سيصلون لنا معها ولكن أغلب الحاضرين كانت لهم وجهة نظر ووجهة نظر في محلها نحن نتفق معهم في هذا الأمر ولكن كما تفضلت قلت لك أن دورنا ميسرين ومسهلين لهذا الحوار و هذا النقاش لكن بالنهاية أنت تكون في موقع المشرع فدور الأساسي سيكون عليك بالنهاية هذا بالنهاية لما يصلنا نعم لما يصلنا لأن الحق حتى نطلب الفرق حتى الأخوان المختصين في هذا الأمر إن شاء الله في يوم الأيام أننا سنتصل عليهم ونتشرف بمشاركتهم معنا بالإضافة إلى الفريق الحكومي أثناء تقديم التعديلات لأننا لازم نعطيه بعد أيضا صورة لقضية البراسس عملية القانون ما يصل عندنا إذا كان مشروع قانون يأتي من الحكومة ويأتي للجنة اللجنة تدرس هذا القانون تنظر القانون مع الفريق الحكومي ويأتي الفريق الحكومي وإذا كان هناك خلاف نناقش هذا الخلاف السؤال في هذا الجانب الهدف في الحلقات النقاشية كما ذكر الرئيس من السيد مرزق الغانم هو مشاركة أهل الاختصاص في صياغة القانون والجميع يعلم بأن القانون جاء من الحكومة كيفية العمل على هذا الموضوع التعديلات والقانون الجديد أتوا من الحكومة وأهل الاختصاص يشاركون بالقانون هل ممكن أن تنسجم الحكومة مع رغبات أشخاص هم أهل اكتصاص ولكن غير مشرعين بالنهاية في حسبات الأرقام في مجلس الأمة لا هو مشروع صحيح أن أتى من الحكومة ولكن أتى من خلال حاجة وأيضا اقتراحات عديدة موجودة داخل اللجنة وأيضا داخل الحياة الواقعية في تنظيم مثل هذا العمل الحكومة لم تأتي من فراغ في هذا القانون هي تبنت هذا الأمر وطبيعي أنه يأتي من الحكومة مثل هذا المشروع لكن هذا المشروع لما يصل عند اللجنة اللجنة لا ستأخذ المشروع كما هو مؤكد أنه ستعدل عليه وتغير عليه أنه يأتي دوره للاختصاص في هذا القضية عند الفريق الحكومي عندهم فريق مختصين وأيضا هم اللجعوا إلى آخرين مختصين في هذا الأمر واللجنة التعليمية لما يصلها المشروع ستلجأ أيضا للمختصين وتنظر خاصة أننا حاليا عندنا توصيات هذه التوصيات سنوصلها للفريق الحكومي التوصيات لنهاية الحلقات النقاشية الحلقات النقاشية لما نخلص منها وانتهينا منها حاليا في الصياغ النهائية نكتبها بسلوب واضح و أيضا ما يكون في التكرار و في مراجعة نهائية نرسلها للفريق الحكومي و أيضا نحتفظ بالنسخة التي عندنا لما يأتي المشروع مرة ثانية نشوف هل طابقوا التعديلات الاقتراحات مع التعديلات المقترحة إذا كان التطابق سليم كان بها إذا لم يكن هناك تطابق مثل ما هو موجود عندنا من التوصيات مع المشروع الحكومي هنا يأتي التصويت أيضا على أما قبول أو رفض المشروع مع اللجوء للأخوان أو الاستعانة بالأخوان المختصين في هذا المجال داخل اللجنة التعليمية في اجتماعات اللجنة التعليمية و ليس حلقة نقاشية طيب يعني قبل أن نخرج إلى فاصل ذكرت بأن الحكومة صحيح بهنا أتت في القانون و جاءت في القانون الجديد والتعديلات ولكن أنتم في اللجنة كنت تعملون على هذا الموضوع أو هناك أمور وصلت هي حاجة لو لم تكنت الحكومة قدمة لإعلام الزروني و التعديلات كانت لجنة أنت تق Lambتنا في التعديلات هذه أو التعديلات جديدة إذا كانت الحكومة لم تقدم من هذا المشروع و الحكومة لما تقدم من هذا المشروع يسمى مشروع بقانون نعم لما يقدم عن طريق اللجنة يسمى اقتراح بقانون فاللجنة عندها شبيه لهذه المشروع موجود موجود ولكن ما الذي موجود عندنا ارتعنا عدم النظر في جميع المقترحات الموجودة عندنا داخل اللجنة حتى نعرف مطابقتها مع المشروع الحكومي المشروع الحكومي إذا أتى مطابق لما هو موجود عندنا سنستفيد فيه بالدراسة و أيضا بالشرح و التحليل و أيضا بالتعديل المطلوب بالنهاية سيكون لدينا مشروع متكامل نحن عندنا رؤية خاصة بالإخوان المقدمين من النواب و أيضا من الفريق الحكومي المشروع الحكومي لكن لا يمكن أن نقدم مشروع أو اقتراح بقانون و ندري أن الحكومة أيضا مقدمة هذا المشروع بنفس الوقت اتزاما فكان الأولوية لمن؟ عفوا؟ الأولوية لمن؟ هو بالنهاية سيعتبر إنجاز قانون تم إنجازة و إنهاء ولكن ممكن يكون مقترح بقانون مقدم منكم أفضل من المشروع بقانون مقدم من الحكومة المقترح بقانون أيضا يأتي على التعديلات إذا كتبنا هذا القانون يأتي عليه تعديلات من المجلس نفسه نعم طيب أيضا من خلال حديثك موضوع التوصيئات ما قدر تكلم باسم الشعب الكويتي ولكن البعض يرى بأن التوصيئات لأنها غير ملزمة فإذن ممكن أن تكون يعني أصلا ما راح يتم بحثها أو دراستها بالشكل السليم أو يطلع عليه بشكل جدي بما أن الموضوع توصيئات فهل تمستم جدية في على الأقل التعامل مع توصيئات الحلقة النقاشية بشكل سليم للحكومة؟ نعم والتوصيئات بالنسبة لنا ملزمة نحن كلجنة تعليمية راح نقدمها إذا لم تكن يعني هي راح تكون بشكل مقترح بقانون على تعديلات أو حتى يكون قانون متكامل نعم غير القانون الحكومي لأن القانون الحكومي لم يقر ولم يتم التصويت عليه نعم فإذا كان ناقص هذا المشروع القانون الحكومي فنحن نتقدم بالمشروع للاقتراح الموجود عندنا نعم فالتوصيئات صحيحة هي توصيئات غير ملزمة لكن بالنسبة لنا داخل اللجنة سنأخذ بها ونضمنها في المقترح بقانون اللي عندنا أو التعديلات اللي على مشروع الحكومة نعم مشاهدين الكرام فاصل أول من ثم سنستمر في الحديث عن الحلقة النقاشية وبعد ذلك رجعنا معكم مشاهدين الكرام في هذا الحديث المطول عن الحلقة النقاشية والقانون الجديد وهو الإعلام التروني وأيضا قانون المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع مع شخص مختص في تشريع وتعديل هذا القانون وكان على رأس الحلقة النقاشية وضمن اللجنة التي احتلت هذا الموضوع دكتور عودة الروعي دكتور يعني اتكلمنا بشكل سريع عن الحلقة النقاشية لا فصلنا في موضوع الحلقة النقاشية وأهدافها ولكن نبي نتكلم عن من حضروا هذه الحلقة النقاشية تقدر تعدلنا كأشخاص وجهات إن شاء الله طبعا الإخوان اللي تفضلوا وشاركونا بالحلقات النقاشية قدموا ملاحظات جدا دقيقة و جوهرية نعم وعلى سبيل المثال راح تركيها بالترتيب كما وصلت عندنا شبا يعني فيما يخص العلام الكتوروني هي الحلقة النقاشية الأولى أحد المشاركين جزال الله خير يعني ذكر بأن هذا القانون أو مشروع القانون لم يصدر عن نظرية عامة وهذا طبعا فيه اختلاف عند المشرعين أو عند هل هل القوانين يجب أن تصدر عن نظرية عامة أو نظرية خاصة خاصة في تطبيقات مثل الإعلام والفضاء الإعلامي و الإلكتروني إلى آخر طبعا هو السبب بذلك أن هذا المشروع المقدم من الحكومة أتى لينظم أمر غير منظم يعني كان الاحتجاج أو كان الانتباع على أن بالفعل هذا القانون أتى لينظم أمر غير منظم فأنا أعتقد بأن تنظيم العمل الغير منظم أدى إلى الحاجة لوجود مثل هذا القانون و طبيعيا يصيب دائما القوانين لا تأتي إلا لمعالجة قضية ما موجودة مثل قضية عدم تنظيم الإعلام الإلكتروني فهذا الأمر إن شاء الله سنخرج منه بالقانون و نتكلم عن مخاوف أيضا بعد قيل في هذا الموضوع و لكن يعني المقصد منه هو تنظيم عمل غير منظم هو المطلوب بأن يكون الإعلام الإلكتروني من غير تنظيم حتى من حيث خشوه في جانب آخر التراخيص و غيرا لهذه الجوائد الإلكترونية أيضا و ليس فقط في جانب الحريات و نتكلم عنه بعدين من مخاوف و لكن هل القانون يحمل هذا الموضوع يحمل هذا الموضوع نعم و نحن متفقين على أن أي مادة في هذا القانون تتعارض مع الحريات و تقيد الحريات و تمس بالمكتسبات اقتصادية فأنها مرفوض هذا واحد و أيضا إذا كان هناك اهتمام أو مخاوف أن هذا القانون يعني ممكن أن يأثر على هذه الحريات فأكدنا على أن هذا الشيء غير موجود في القانون الحالي اللي مقدم عندنا في كثير من الأمور نحن محتاجين لأخذ العطاء فيها و لكن بالنهاية لن يمر القانون أي قانون ممكن أن يأثر على الحريات أو يمس بهذه الحريات نعم النقطة اللي أنا بذكرها لك من ضمن هذه الأمور اللي ممكن تتعرض للحريات بطريقة أو بأخرى هي التعريفات الفضفاضة في بعض الأمور فإذا كان تعريف فضفاض غير محدد غير دقيق هذا من المخاوف اللي كانت موجودة عند الأخوان اللي شاركوا في هذه الحلقات النقاشية لذلك أهم أني ذكروها ذكروها لذلك في النقد الموجه لهذا المشروع بأن هناك تعريفات فضفاضة هذا واحد مصطلحات غير معروفة و أيضا استخدام واسع لقضايا معينة مثل على سبيل المثال البيانات الشخصية ما المقصود فيها البيانات الشخصية هل المقصود فيها الرغم السري و المحتوى للموقع الإلكتروني على سبيل المثال و لا يقصد فيها مكان الموقع الإلكتروني و أيضا مكان الموقع الطبيعي يقصد فيه العنوان الطبيعي و كان مثل هذا التساوي الموجود و كان حرص الموجودين على أن البيانات الشخصية الخاصة مثل الرغم السري على سبيل المثال أو المحتوى أو غيرها هذا لا يمس لما الحديث عنه كان عنوان البطاقة المدنية هذه نقطة التعريف الصحيف الإلكتروني على سبيل المثال أيضا هذا من الخلاف أنا ودي أستعجل على شأن الوقت و أيضا لدي ثلاث قوانين مختلفة أيضا ندخل في قضية هل هو تنظيم للنشر الإعلامي الإلكتروني أو هو تنظيم الإعلام الإلكتروني التسمية داشينا في هذه القضية عفوا تسمية القانون تسمية القانون نفسه دخلنا فيها بعض الأخوان و أيضا هل هناك في بهذا القانون حماية للصحفي الإلكتروني أو الشخص الذي عنده موقع الإلكتروني هل هناك حماية لا أم لا و أيضا داشينا في قضية اختصاص القضائي من هو المختص قضائيا في بعض القضايا المثارة في هذا المشروع أيضا الأخوان الذين شاركوا أن أكدوا و أنا متفق معهم تماما حتى الفريق الحكومي اتفق في هذا الأمر أن هناك نوع واحد من المخالفة مخالفة واحدة لها عدة تشريعات و لها عدة جزاعات يعني مخالفة ما في الإعلام الإلكتروني قانون الإعترام الإعلام الإلكتروني مخالفة هي نفس المخالفة في المريل المسموح هي نفس المخالفة في مطبعات النشر هي نفس المخالفة نفس المخالفة لها تشريعات مختلفة و أيضا جزاعات مختلفة و كان الصرار من الأخوان الموجودين على أن يتم توحيد هذه الأمور حتى لا ندخل في قضية الجدلية لماذا هذه العقوبة أكثر و هذه أقل في هذه القضية أيضا المصنفات ما هي المصنفات تعريف المصنفات الفنية و غيرها وأيضا أنا ما بيدخل بالمواد أبرز طيب يعني ذكرنا أبرز عفوا بس النقطة الأخيرة ما بيدخل بالمواد إلا مادة رغم 4 و مادة رغم 19 الأغلبية يعتبرون بالقانون نفسه بالقانون نفسه أن المادة الرابعة يعني كأن المواد كلها تجتمع في المادة الرابعة وأيضا تدخل في المادة 19 المادة الرابعة شو تقول هنا تقول يسري هذا القانون على المواقع الإلكترونية التالية وعدد لك ياهم كلهم هل تعديد هذه المواقع الإلكترونية التالية بالفعل يشمل جميع المواقع الإلكترونية حتى اللي راح تكون بالمستقبل أم لا بالمادة الرابعة تم كتابة المواقع الإلكترونية كتابتهم من 1 إلى 7 يعني دور النشر الإلكتروني وكالات الأنباء الإلكترونية الصحابة الإلكترونية خدمات إخبارية مصنفات مواقع الصحب الورقية مواقع الإعلانية التجارية الإلكترونية هذا يعني هذه المادة هل هي بالفعل تشمل الكل أم ما تشمل الكل بالمستقبل هل راح يطلع لدينا شيء آخر جديد مختلف فبالتالي راح يعاد النظر في هذا الأمر وأيضا المادة 19 إذا احنا بنتكلم عن على عجالة على الموضوع قضية مادة 19 تنص ما عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من مدير الموقع الإعلامي الإلكتروني أو رئيس التحرير الصحيفة الإلكترونية أو من يحل محلهما أو كاتب مقال أو مقدم برنامج هذه القضية هي أساسا حاليا هي المشكلة يعني هي موجودة بالإعلام هل المخالفة اللي يقع فيها الضيف مثلي أنا حسبي المثال هل يدفع ثمنها الضيف يتحمل مسؤوليتها أم مقدم البرنامج أم المخرج أم المعد والمنطق يقول الضيف ولكن القانون يقول الجميع هذا الأمر مبحث كبير وأعتقد بأن عندنا خبرات سابقة في هذا الشأن و عندنا قضايا موجودة حاليا فعلية مثل ما قلت لك أنها موجودة في قانون معين و قانون آخر مختلفة و على سبيل المثال قضية الرتويت لما نتكلم عنها على سبيل المثال يعني نعم هل هي تعتبر مخالفة هل هي هل النقل عن مؤسسة إعلامية رسمية الخبر و إن كان هذا الخبر غير صحيح هل الناقل يتحمل أيضا عب على أجتب هذه الأمور أثرناها بس القانون يفترض أن يعالجها دكتور يعني أعتقد قبل أن تقل إلى التعديلات في قانون المرئي و النسموع و المطبعات و النشر في هذا الجانب دكتور أعتقد أنه لم أدعيت في كل هذه الحلقة النقاشية استثنيتوا الناس هذا اتهام لكم صحيح؟ لا غير صحيح طبعا أولا نشكر الذي حضر و أيضا الذي يبدأ اهتماما بالحضور و لم تصل لدعوة يعني عندنا ثلاثة رائح من الأخوان الموجودين التي وجهت لهم الدعوة و بقدر الإمكان أعلننا عن هذا الأمر قبل شهر تقريبا أو شهرين عن الموضوع هذا عندنا وجهنا الدعوة لمؤسسات الدولة و أيضا نوجهنا الدعوة لجمعيات النفع العام كلها و وجعنا الدعوة أيضا لأصحاب المواقع الإلكترونية الرسمية إذا كان هم مسجلي بوزارة الإعلام جمعية الصحفين عسي بالمثال يفترض أن الدعوة لما توجهها تنشر لجميع الأخوان في الجمعية هذا دور الجمعية طبعا نحن لا نقدر ندعو جميع بس أعداد الأخوان عندها هوايب هذا مسؤوليتها مسؤولية الجمعية و ليس مسؤوليتنا أيضا لما نتكلم عن وزارة الإعلام و وزارة الإعلام عندها ترخيص جميع القنوات الإخبارية و غيرها و غيرها و غيرها أيضا نتوجه لهم هي تقوم في هذا الدور بقدر المستطاع نحاول نوجه الدعوة للكل اللي ما وصل الدعوة مثال على سبيل المثال إخوان مثل رابطة الأدباء يعني جام الله خير أبدوا أعتبهم و بلغناهم و أجهنا الدعوة لهم مباشرة لأحد الإخوان اللي كانوا ممثل لجامعة رابطة الاجتماعيين فهو بدوره نقل هذه الدعوة و انحلت هذه المشكلة من كان لديه الحرص بأنه يقوم بالحضور فكان يفترض أنه يطلب هذا الشيء إذا نحن يعني عندنا قصد لم تصلم الدعوة هذا واحد اثنين الدعوة تزامنت مع ملتقى إعلامي مصاحب لها في الأسبوع نفس الأسبوع و أيضا تكلمنا عن ثلاث أيام اللي كان عنده حرص على أنه يحضر يفترض أنه يكون يعني هو حريص على هذا الشيء أكثر منه نحن وجهنا دعوة عامة هي مو دعوة خاصة علشان الواحد يقول والله دعوة خاصة تعال هي دعوة عامة حلقة نقاشية ولا دعينا للنجنة عشان ندعو دعوة خاصة للأخوان يحضروا اللجنة لأن دخول اللجنة يختلف عن حضور الحلقة النقاشية فمن يدعي بأن هذه الدعوات يفترض أن تكون دعوات خاصة غير صحيح الدعوة العامة تكفي يعني بالموضوع هذا دعوة عامة بالصحف تنشر خلاص و في البعض أسقطها سياسيا يعني بأن من يختلف معكم ما تم دعوتها أو من يختلف مع المجلس لا كمؤسسات إعلامية و ما شابه تم استثناء لا غير صحيح طبعا إحنا ما نختلف هو عنده هذه وجهة النظر هو مسؤول عنها لكن هو لو كان حضوره موجود و أيضا أثبت هذا الشيء بأننا ما استقبلنا و أيضا لم نسمح بأنه يدخل المجلس فهذا أمر آخر لكن التعليمات كانت واضحة بأنه يسمح لجميع من يرغب بالحضور بالحلقة النقاشية على طول حتى كأفراد حتى كأفراد و عندنا ناس أفراد حضروا بصبتهم الشخصية حضروا نعم طيب فهذا الأشياء أيضا مردود عليه نعم مشاهدين الكامر رح نكمل بعد الفاصل في التعديلات يعني تعديلات المطروحة والمقدمة في قناة المطبوعات والنشر و قول المرئي والمسموع بعد الفاصل عودة معكم مشاهدين الكرام و هذا الحديث مع الدكتور عودة و أي دكتور قانون المطبوعات والنشر يعني يعني أهم يعني يعني مو بس المؤسسات أيضا العاملين في هذا الموضوع يحبون أن يعرفون ما هو الأمر الجديد الجديد الذي سوف يطرع عليهم ما هو الأساس في التعديلات عندكم و ما تم نقاشه في حلقات النقاشية إن شاء الله المطبوعات والنشر مع أنك تجاوز المرئي والمسموع دالة وحق طبعا هي عندنا تغييرات يعني تغريبا المواد اللي موجودة المادة الأولى و المادة الثالثة و البند الرابع المادة السادسة و المادة الثانية و السابعة و الثمانة عشر و الثالثة و الرابعة يعني المطبوعات كانت حكرة على الكويتي التغييرات اللي صارت لها أن الأجنبي شجعوا الاستثمار الأجنبي في المطبوعات والنشر داخل الكويت فكانت التغييرات من صب على هذا يعني يمكن الأجنبي إصدار صحيفة لبقصود مطبوعات و نشر باسم شركة كويتية على قانون الشركات نعم إنه بعد بعد وجود أو إصدار إنشاء شركة نعم يقدر يطلع في المطبوعات و النشر في هذه الأمر طبعا هنا كان في خلاف كبير في الحاضرين على قضايا معينة خاصة في بالبحوث إذا نتكلم عن البحوث اللي مادة رغم ثلاثة اللي يجوز لأي شخص إنشاء مطبعة أو استغلال أو فتح محل لبيع أو تأجير المطبوعات أو النشر أو التوزيع أو الترجم أو مراكز الدراسات والبحوث أو مكتب للدعاية والإعلان إلى آخر طبعا عندما نتكلم عن البحوث العالم إذا لم يكن هناك مراكز بحثية موجودة وهذه المراكز البحثية عالميا هي التي تقوم في نشر كثير من القضايا الإعلامية وأيضا قضايا مستقبلية تستشف في الواقع الحالي وأيضا المستقبلية إلى آخر النقاط الخلافية على أن هل هذا يجب أن يكون حاصر على الشهادة الجامعية أم يكتفى بالثانوية وأيضا لما نتحدث مثل ما قلت قبل شوية هناك قوانين عندنا فيها فيها تباين في نفس في قوانين مختلفة ولكن صلاحيات مختلفة للوزير نعم مثل على سبيل المثال رأس المال رأس المال لا يستثنى للوزير لم تعطى استثناء للوزير باستثناء الشركة أو صاحب الموقع أو القناة أو غيرها عن لرأس المال نعم وهذا أمر مقبول لكن هنا استثناء الوزير عن قضية إعطاء الترخيص لمن هم دون الثنوية أصحاب الخبرة في بعض المواقع اللي إن شاءها هنا اللي هي المادة المادة ثلاثة فقرة باء أن يكون حاصن على شهادة الثنوية وما عادلها فيما عدا نشاطي الترجمة والدراسة والبحوث فيجب أن يكون حاصل أماها الجامعية وما عدا ويجوز للوزارة أن تستثني من هذا الشرط من يكون له خبرة كافية في مجال يجوز للوزارة أن تستثني من له خبرة هنا الخبرة تعريفها لا نعرف إيش كان تعريفها هناك قيت صلاحيات الوزير هنا عطيت الوزير صلاحية بالاستثناء هنا أنت تكلمت عن أصحاب نشاط الترجمة والدراسة والبحوث أنه يكون فقط جامعي عدا ذلك أنه ممكن يكون ثانوية وبعدين رديت مرة ثانية قلت حتى ثانوية مضرورة بتوافر الخبرة يعني في تضارب في تضارب لذلك لذلك نحن نتكلم عن أنه إذا كانت الدولة تريد أن تفرس سلطاتها على الإعلام الحالي يجب أن تحط في بالها أن هذا الأمر غير متاح كلية تشاكلت في الرغبة في هذا القانون اللي بين يديك والتعليلات القوانين كلها ثلاثة أنا نتكلم عن قوانين كلها يعني العالم الافتراضي أنت تتكلم عن الإعلام المريع على سبيل المثال وأيضا الإلكتروني شون تسيطر عليه لذلك لا يجب أن نعالج قضية مثل النشر والمطبوعات أو المطبوعات والنشر وهي أصل القوانين هي الأقدم دكتور لازم أقاطع أنت سألت السؤال اللي أغلب المشاهدين أعتقد يسألونهم قاعد يشوفون الحلقة وخصوصا موضوع القانون الإلكتروني وأيضا المرئي ومسموع شون يعني شون رح تنظم هذا الموضوع كيفية تنظيمه يعني طبعا العالم وايد أكبر من شديد آيفون يعطيك سعة وايد أكبر في المساحة الموضوع يمكن يعود إلى الرقابة الذاتية مو بالضرور القانون يكون رادع ومخاوف وعارفين نحن بالموضوع والمشاهد لا يجهل ممكن الفيك أكاونت أسماء وهمية غيرة كثير من الأمور وبس بتويتر فشون رح يفيد في القانون المواقع الشخصية ما لا علاقة فيها القانون نهائيا نهائيا ما لا علاقة فيها هو يتكلم عن تنظيم العمل الإخباري وأيضا الشركات التي تسعى لترخيص قانون الإعلام الإلكتروني ما لا علاقة نهائيا في الحسابات الشخصية ما لا علاقة بالعلاقات الشخصية ولا يتحدث عنها يتحدث عن الأمور الرسمية وأيضا من يضفي على نفسه صفة أخبارية أما واحد حط لك اسم ابن كنيم أي كلام ويتكلم عن أمور هذا ما لا علاقة فيه إلا إذا كان فيه ضرر تقدم أحد الأشخاص عن هذا الأمر وتم تتبع الـ IP وغيره وغيره وتم الاستدلال عليه مواجهة هذا أمر آخر هذا يعتبر في قانون الجزاء قضية قضية مختلفة لكن أنا أتكلم عن مثل هذه القوانين بالنهاية كل دولة تسعى أنها تنظم هذا العمل حتى لا يكون فوضى يعني مثال على سبيل المثال أنا ممكن أحط لي موقع فلان فلان الإخباري أعطيه صفة الإخباري هنا صفة الإخباري هي لا تختلف هنا يجب أن تحصل على ترخيص لكن الاختلاف هنا من الذي يحصل على ترخيص وكم تكلفت هذا الترخيص الأخوان أصحاب المواقع الإخبارية الإلكترونية يرون بيعنا المبالغ كبيرة التي هي موجودة ونتبق معهم يجب أن تخفيض هذا الأمر أيضا العقوبات أيضا بالغوا فيها هذا السؤال في تأديلات على موضوع العقوبات والمخالفات والمبالغ بالمطبوعات لا بالمريو المسموع تقريبا ما فيه اختلاف كبير ولكن بالإعلام الإلكتروني نعم يكون قانون قانون متكامل بعد كبير المريو المسموع وأول نقطة بإعثيرها نقول لأنت أثرتها الدكتور عودر ويعي إيه لقاء الرأي حاب يتكلم أخطأ فيه جانب معين طبعا يعني أنت أرقب من هذا الشيء ولكن على سبيل المثال سب وقذف ما شابه القناة شنو علاقتها بتصرف وممكن أنا أردعك وطلع فاصل ليش أحاسب معه صحيح يعني نحن نأمل من المشرع وخاصة نتكلم عن نهاية المطاف المشرع يقصد فيه المشرع داخل مجلس سلومة لما يصل لهذا القانون أن يعالج هذه القضية بالتعاون مع الفريق الحكومي وقوانين الموجودة من الحكومة إذا كانت هذه القوانين المحالة من الحكومة للمجلس لا تتناول لا تعالج هذه القضية تتركها كما هي فنحن محتاجين إلى تشريع لذلك أن نقول التعديلات قادمة في قضايا كثيرة من هذا الأمر ارجعنا النظر في هذه القضية خاصة أن عندنا تقارير موجودة داخل المجلس بأن هل هذه الاختصاص تداخل الاختصاص لذلك نقطة مهمة ويجب أني أذكرها هنا أن مثل المري والمسموع نعم وأيضا المطبوعات والنشر وأيضا الإعلام الكتروني في صلاحيات الداخل داخل وزارات الدولة يعني وزارة التجارة للتراخيص المطبوعات والنشر يجب أنك تلجأ لمزارة التجارة خاصة لحماية الفكرية وغيرها موجودة في وزارة التجارة إذا تتكلم عن أيضا وزارة الداخلية قدموا مشروع عن قضية البايروسي التي هي القرصن الفكرية وإلى آخرها أيضا هذا مشروع موجود في وزارة التجارة المري والمسموع عند وزارة الإعلام أيضا يتناول هذه القضايا يعني أو يجب أن يتناول هذه القضايا فالتداخل في هذه المشاريع بين وزارات الدولة أيضا من الاهتمامات أو من الأمور التي سنبحثها في المستقبل بحيث أن يكون عندنا شيء متكامل قضية أن من تقع عليه المسؤولية في التعدي على الآخرين وأيضا التلفظ بألفاظ غير يعني يجرم عليها القانون فأيضا هذا بحثنا في القوانين كلها شاملة بحيث أن بالنهاية يجب أن تعالج هذه القوانين المسؤولية الجزائية وإذا نتكلم عن أيضا الشق القضائي في هذا القضية والجزائي والقانوني كيف نتعاون مع هذا الأمر أو نتعامل مع هذا القضية أنا أدري أن الفرق حتى بين الحلقة إذا كانت مسجلة وأيضا مباشرة يعني تختلف حتى المسؤولية إذا كانت مسجلة تقع المسؤولية كاملة على المؤسس العلامي ليش لأن بإمكانهم يشلون الشيء أو لا يبثون هذا الأمر أو لا ينشرون ولكن على الهوى المسؤولية تختلف تقديرها عند القاضي لذلك بعض الأمور لما تترك لتقدير القاضي بدون نص واضح هذا الذي يطلب معالجتها لذلك أي قانون راح يكون موجود عندنا بالمستقبل يجب أن يعالج معالجة دقيقة وفاحصة كل القضايا التي من شأنها تتناول المسؤولية ميخال التوصيات في قانون المسموع ما ما كيف تمس أكثر الأمور التي على الأقل أصحاب الاقتصاص في هذا الجانب مثل هذه الأمور التي ذكرتها كيفية تنظيمها وتشريحها يعني مثال أعطيك على شبيل مثال موضوع الحسبة هو هي من يقوم بذلك هل تقوم فيها وزارة الإعلام أم الأشخاص على سبيل المثال طبعا هذا ممذكور بالقانون ولكن لحد الأخوان المشاركين طرح هذه القضية مثال قنوات الرأي في يوم الأيام تعرض لها مسلسل أو شي مجموعة من المشاهدين شافوا أن هذا المسلسل بالنسبة لهم مخالف لأمور معينة وممكن يثير قضايا معينة فراحوا جمعوا لهم مقاطع وراحوا واشتكوا على هذه القناة من حاليا عندنا شقين شق شخصي وشق عام طيب وين الجانب الشخصي بالموضوع وين الجانب العام ومن يحدد هذا الجانب الشخصي ومن يحدد الجانب العام هنا الاختلاف هل الوزارة هي التي تحدد إذا كان هناك مخالفة أم الأفراد على مسلسل أو على قضية أو على شيء من يقوم بذلك القانون يجب أن يحتوي أيضا هذا الأمر لذلك كان في السابق في قوانين القديمة السابقة أن الوزير ممكن يحدد إذا كانت هذه القضية شخصية أم لا وتركت بعدين للوزارة هذا الأمر نحن نتكلم عن حق التغاضي في هذا الموضوع يجب أن يكون حق التغاضي مكفول وهذا دستوريا موجود ولكن حق التغاضي هل هو كل الناس يستخدمون على استخدام السليم أو يجب أن ينظم مثل هذه القوانين يجب أن نتحدد هذا الأمر نعم نعم الآن فاصل أخير ومن بعد ذلك سوف نتحدث مشاهدينا الكرام ماذا بعد الحلقة النقاشية كيفية حصر التوصيات أيضا إمكانية تناول هذا الموضوع وإقرارها في دون القادل الحالي والمخاوف بعد فاصل قصير عودة معكم ومع الدكتور عودة الروعي دكتور ماذا بعد الحلقة النقاشية كيفية حصر كل هذه التوصيات والأمور التي طريحت في الحلقة النقاشية وبعضها التي أنت ذكرتها وفي رأيك بأنها تستحق النقاش والطرح كيفية حصرها على الأقل طبعا الحمد لله وصلنا إلى كم كبير من التوصيات وقدم لنا بعض التوصيات مكتوبة من بعض المشاركين نعم وإيضا وضعنا إيميل خاص باللجنة ووصلنا من الأشخاص يمكن تعذر عليهم الحضور لوجودهم خارج البلد لكن التوصيات التي موجودة عندنا من استشاريين وإيضا من أصحاب علاقة ومختصين سنأخذ كل التوصيات التي موجودة وإيضا سنوصل هذه النسخة من التوصيات الموجودة لكل من يشارك معنا وننشر هذه التوصيات حبر الوسائل العلامية المتاحة الذي لديه إضافة بإمكان أن يضيف وهذا يعالج قضية إذا كان هناك بعض الإخوان لم يستطيعوا لظرف أما لم يتواجدوا في الحقات النقاشية بإمكانهم أيضا يضيفون لهذه التوصيات جميع هذه التوصيات سنوثقها في مدة زمنية معينة لم يقفل باب التوصيات لا لم يقفل بس تتكلم عن التوصيات الموجودة سنفررها سنبحث عن آلية بعد نشر هذه التوصيات أن من يريد الإضافة عليه أن يضيف على التوصيات عن طريق إيميل معين يتصلنا هذه الإقتراحات والتوصيات نرفحها بعدين إلى وزارة الإعلام نبقى الموجودة التي عندنا ونعطيهم التي انتهينا إذا وصلنا للقوانين الثلاثة المعدلة أو أيضا الأصيلة سنراجع التوصيات إذا كانت بالفعل التعديلات الحكومية اهتمت بهذه التوصيات أم لم تهتم في هذه التوصيات نعم بعد ذلك سنعرضها داخل اللجنة وداخل اللجنة سنبحث مع المختصين وحمد الله عندنا قائمة أو داتا بيس في المختصين في في هذه المشاريع إن شاء الله راح ندعوهم وأيضا نشاركونا في التشريع فيها ذلك نعم دكتور من خلال حديث ذكرت وزارة الإعلام أكثر من مرة ومفهوم ليش تتواجد وزارة الإعلام في مثل هذه حلقة المشاريع وزارة الداخلية ليش موجودة أيضا وزارة الداخلية عندهم قضايا خاصة في الإعلام عندهم القرصنة الإعلامية وعندهم قضايا كثيرة في الجرائم الإلكترونية نعم فعندهم هذا الأمر لهم أشخاص مختصين في هذا الجانب في وزارة الداخلية في الجوانب القانونية وأيضا الجوانب الخاصة في القضايا الإلكترونية التعاون من قبل الجهات الحكومية مع جميع الأطراف أنتم الصورة في وجهة نظري أهم منزومين بالتعامل معكم لأن بالنهاية أنتم مشرعين ونما في مجلس الأمة وهكذا التعامل الحكومي مع صاحب الاقتصاص الشخص الذي يأتي من نفسه الفرد الذي يحب يقول راية كيف التعامل كان معهم نجلس الأمة في الحلقة النقاشية لا ممتاز الحمد لله كلهم كنا على بالعكس نحن أقرب لهم من أي فريق ثاني وكنا نتمنى أن الكل يحضر و يحضروا بشهادة الذين حضروا بإمكان إذا كان هناك راية الحمد لله يحضروا يأكدوا و ثمنوا حضورهم و كانت علاقة مميزة و كان الأمر متاح و أيضا كانت فرص النقاش بالتساوي لكل نعم يعني إدارة الجلسة لم تسمح بأن طرف عن طرف يستحول على النقاش بالعكس حتى الأشخاص المثلين بصوتهم بالشخصية أخذوا حقهم كاملا بالنقاش نعم دكتور هل هناك إمكانية لمناقشة التأديلين بالقوانين السابقة و مشروع القانون الحالي في دون الإقاد الحالي مناقشته و إقراره أيضا هل متوقع في دون الإقاد الحالي سوف يتم مناقشة على الموضوع و إقراره يعتمد إذا وصلنا من الحكومة يعني هو متى يصلنا من الحكومة المشروع يعني الوقت طيق عارف أن هناك شهرين بس قدامنا لكن يعتمد إذا الحكومة قدمت لنا المشروع والتعديلات خلال المدة الزمنية سبوعين أو أقل من شهر نقدر إن شاء الله نرفع إحنا إن شاء الله نقدر نتخلص من هذا السؤال الأهم يعني في الحلقة و الأخير يعني دكتور هذا الموضوع حساس مجرد المانشيت فيه و القوانين الموضوعة دائما ما يفت الاتباه إلى الحريات الإعلام هو قام على الحريات و أساس الحريات لبعض يتخوف من التعديلات و ما سيجري في القادم من الأيام و التعديلات المقدمة من الحكومة و قبل المجلس بأنها ممكن أن تضيق الحريات بشكل أو بآخر هل لك أن تبعث الطمأنينة و هل هو واقع بين يديك يعني هل أن الموضوع بعيد كل البعد عن هذا الموضوع عبدا أنا أكد لك وأكد لك وأكد لأخواننا يعني المشاهدين و المهتمين في هذا الأمر أن لا يمكن أن يمر قانون و يقر بالمجلس إذا كان فيه مساس بالحريات و المكتسبات الدستورية هذا الأمر غير مقبول و أنا مسؤول عن كلامي داخل اللجنة التعليمية وأيضا أنا أتكلم عنه بشكل عام بالمجلس أنه مستحيل أن هذا الأمر سيكون و الملد دعاء بأن هذا مزيد بعض الأخوة للأسف لم يحضر و يحكم بأن هذا تقييد الحريات أنت تعال و شارك و قول رأيك نعم قول اللي عندك تعال حاضر قول اللي بخاطرك كله و أين فيه المكان بعضهم ما يقرأ حتى القانون مقداري عنها هو قاعد يمارس ممارسة خاطئة و نقول القانون للتنظيم و ليس لتقييد الحريات إذا كانت الحكومة متفقين على الهدف هذا بأنه يكون للتنظيم و ليس لتقييد الحريات فإن مشروعنا مع الحكومة سيكون متناغم بالتعديلات المتاحة لكن إذا نلتمسنا بأن هناك أي تقييد للحرية أو أي مصادر للحريات نحن لا نرضى حتى ننناقش هذا الموضوع داخل المجلس نعم فأنا أؤكد بأن الحضور اللي يحضروا خاصة الإخوان من جمعية المحامين و أيضا اللي يحضروا من جامعة الكويت و أيضا المهتمين في هذا الأمر و حتى المختصين بحقوق الإنسان و أيضا حتى المختصين بالحريات و أيضا تداول المعلومات و الأمور الخلافية في قضية الحريات لم يشاهدوا أو لم يروا أو لم يلتمسوا أي تقييد للحريات و إن لمسوا وهذا الأمر فيقدمونا لنا بطريقة قانونية و واضحة و ناقش هذا القضية في النهاية لا يوجد هذا الأمر كلمة أخيرة في هذا اللقاء دكتور أشكر لك هذا اللقاء و أتمنى أن من أخواننا جميعا يمهتمين في هذا الأمر أن لا يحرمونا من مشاركاتهم و أيضا من متابعتهم لمثل هذا الأمر و نتمنى أن يكون المشاركة فعالة أما المتكع و أيضا المنزوي و يطالب بتغييراته و هو جالس فيه و لا يعمل و حتى يكلف نفسه في التفكير في هذه التغييرات فأمر هذا الشخص نتمنى أن الله يهديه و نتمنى أنه يغير من هذا الطبع لكن نتكلم من الناس اللي أصحاب اقتصاص إذا عندهم رأي و إذا عندهم شيء يقدمونه حتى لو يقدمونه مكتوب يعني بغض النظر عن أي شيء ثاني أي شيء ممكن يقدمونه مكتوب و أيضا نتكلم بإذا كانت تعنى عليه الحضور الإيميل موجود فبإمكان أنه يدخل على الموقع الإلكتروني للمجلس الأمم و رح يجد اللجنة التعليمية و الإيميل ما للجنة التعليمية يرسل ليشاء فهذا الأمر أعتقد بأن هذا أقل ما نطالب نحن في تحسين الواقع اللي نعيشه من الواقع الإعلامي غير ذلك شكر لكم و أتمنى إن شاء الله مزيد من حريات لنا جميعا في حدود القانون نعم نعم شكر لك دكتور عدر وعي على الإجابة على جميع الأسئلة هذه الحلقات تأتي لاستيضاح بعض الأمور بعض الأحيان فيه أمور من العنوان تحكم عليها على شيء ولكن عندما تبحث بشكل أكثر ترى أمر آخر لأنه مو دائما الكتاب يبين من العنوانه إلى اللقاء اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر